الدكتورة ليلة يعني حدريك بتكلمي عن شيء مهم جدا جدا مثلا مدينة زي القاهرة قطعا المخلفات الصادرة عنها ضخمة جدا 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 هل احنا بنمتلك مصانع كبرى لإعادة تدوير المخلفات زي ما موجود في العالم كله مدننا ومحافظاتنا ووا يعني انا شايفة انها ثروة كبيرة جدا جدا يمكن استغلالها مش على مستوى العاصمة فقط ولكن على كل يعني مستوى مدن مصر وقراها حتى كلام حضرتك مظبوط جدا مصر ليها ميزة تنافسية قوية جدا في المجال ده واحنا في مؤتمر المناخ بنقدم ورقة ان شاء الله ننطلق الافريقيا بالميزة دي اللي هي عندنا مصانع على قل 200 مصنع في اتحاد الصناعات متسجلين مصانع ضخمة بتستقبل ورق وكارتون وقمش وبلاستيك هي صناعات البلاستيك 200 مصنع ده غير البقين ومتأسسها من زمان وبتصدر وبتستورد وبتعرف دي ملك افراد ولا ملك الدولة ملك افراد خاص قطاع خاص فمؤهلين ان المستثمرين دول زي ما عملوا في مصر نروح ننظم لهم قطاع الجامع والفارز وزي الناس بتوعنا بس بطريقة كريمة ونظيفة وييجوا بقى المستثمرين دول كلهم ويفتحوا مصانع لانه افريقيا ما عندهاش الميزة دي احنا رجال الصناع المصريين الصراحة سبقوا الدنيا واسسوا المصانع دي من زمان وانواع كتير بقى من البلاستيك المعدنية والبتاع الشامبو كل الانواع التقيل والخفيف والالوان والشفاف وبتطلع منتجات متعددة للاسواق محلية وتصدير طب ان كانت تلك ثروة مدفونة او بنكتشفها وان كان لها ايضا عائد مادي جيد جدا جدا ولها طبعا وظائف اخرى حتى صحية يعني لماذا يتبقى هناك مخلفات وقمامة في اماكن كثيرة؟ لاننا سبناها سبعين سنة من غير ما ننظمها بما يتناسب مع واقعنا سبناها الاول يعني هيئة نظفة القهارة تأسست في 1984 ده كان اول صحوة لا 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 الموضوع عايز تنظيم طبس كان قبل كده فيه اربعين سنة سبناها للقطاع الاهلي اللي بيسموه غير رسمي هو منظم هو العمل للصناعات دي وهو اللي بيورد للمصانع الكبيرة طب ما ينفعش بعد ما تسيبي حاجة اربعين سنة تيجي فجأة وتقولي إلغيها عايزين نستورد الأجنبي فالحد دلوقتي بنبحث عن المعادلة المزبوطة اللي تبقي على الوظائف والاسترجاع القوي ده وتورد للمصانع بس تطور من طرق اللي بنشتغل بيها دي ناحية سبب تاني هو كان فيه أسطورة كده بتقولك القمامة كنز كنز فضلوا عايشين على الأسطورة دي سنين ومش بيصرفوا عليها هي مش كنز علشان تطلعي منها فلوس لازم تصرفي عليها ما احنا لسه قالين الراجل جاب عربية نزل أربعة جمعوا أربعة فرزوا دي كلها فلوس عمر محد حسب دي صح علشان يقول اللي هو دراسات بره قالته من زمان أنه ميزانية المدن للنظافة في المدن اللي هي زي اقتصادنا سبعين في المية من الميزانية دي بتروح في الجامعة لأنه عملية شقة وتعليق مستوى التعليم ما يسمحش أنك تحطيها في الشارع وإحنا جربنا إذن علشان تكررسي جيش من العمالة يطلع يلم لازم تدفعي عمرنا ما دفعنا القدر المزبوط فبلاد أوروبا بيحطوها في الشارع ما عندكيش لكلب ضلة ولا حد بينبش ولا ولا فتكلفة الجامعة بتبقى واطية غير أنه الناس بيدفعوا الرسوم الشهرية رسوم مش اللي احنا بندفعه لجامعة القدر فعمر ما القطاع أولا نتطور بس المصريين حاليا بيدفعوا رسوم لجامعة القدر بالضعيفة لو حسبتي مع فاتورة الكهرباء بس حسابي بقى العربية والبنزين والرقصة والسيانة والكويتش والعمال والمسافة والفارز لو حسبتيها كلها يعني هتتخضي لو قلتلك مفروض حضرتك تدفعي كان في الشهر